طبعا فيما يتعلق بمذبحة الأرمن المدعاة هي كذبة كبرى يروجها الغرب خاصة طبعا ألمانيا وفرنسا في هذه الأيام ومع ذكر ماكرون لهذه المذبحة وذكر هذه المذبحة واتهام تركيا بأنها هي التي قامت بهذه المذبحة طبعا هذه كذبة كبرى تخرج كل فترة حتى يتم الضغط على تركيا بكثير من الملفات طبعا بريطانيا نفسها لها شهادة في ذلك وقالت بأن تركيا ليست مسؤولة أو دل عثماني طبعا في ذلك الوقت ليست مسؤولة عن مذابح ما تسمى مذبحة الأرمن وهي كذبة كبرى في الحقيقة أن روسيا سلحت الأرمن لتطعن الجيش العثماني من الظهر في الحرب العالمية الثانية لإسقاط الدولة العثمانية فكان الأمر بالتصدي لكل من يحمل سلاح ويحاول ضرب الجيش العثماني التصدي لهم حتى لم تأتي الأوامر بقتل أحد فقط التصدي لمن يحمل سلاح ويقاتل الجيش العثماني أو يحاول طعن الجيش العثماني في ذلك الوقت من الخلف فتم التعامل معهم لم يقتل مثل هذا العدد الذي ذكر ولكن هجروا إلى أماكن أخرى ومن بقي منهم تم إصدار الأوامر مباشرة لأداخل التركي بالتعامل معهم بأخلاق الإسلام لا تأخذ حقوقهم حتى لا تأخذ بيوتهم لا تأخذ أموالهم طبعا هناك الكثير من التفاصيل في ما يتعلق بالأرمن وذيما ذكرت أنه حتى بريطانيا لها شهادة في ذلك وقالت بأن العثمانيين ليسوا مسؤولين عن قتل الأرمن اشتركوا في القناة